اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين اتحاد بلديات قطاع غزة يحذر من انهيار خدمته بفعل الازمات المالية الكبيرة التي تعصف به مجلس الوزراء اللبنانية استردوا قطاع الخلوي من شركتين ام تي سي و تاتش ووزارة الاتصالات تعد دفتر شروط لمناقصة عالمية وفي النشرة ايضا انكماش كبير في القطاعات غير النفطية في السعودية والامارات والاضرار فاقت خسائر الازمة المالية العالمية اهلا بكم حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من انهيار خدمته في القطاع بفعل الازمات المالية الكبيرة التي تعصف به بسبب الحصار احمد غانم من غزة هذا واحد من بين عدة اماكن لتجميع النفايات وسط مدينة غزة قد يتحول الى مكرهة صحية بفعل تأخر ترحيل النفايات الى خارج حدود المدينة بعد اعلان بلديات القطاع تقليص خدماتها تدريجيا بفعل ازمة مالية خانقة تعصف بها التقليص سيطال ايضا قطاعات خدمية اخرى قد تسبب كارثة حقيقية تقليص القدمات هي محاولة جادة من طرفنا الى عدم انهيار الخدمة يتأثر ضخ المياه من حيث الكمية ومن حيث المدة وهذا طبعا سيحدث نقص في مصدر المياه الخشية اذا استمر الامر ان يكون هناك مشكلة في الصرف الصحي اتحاد بلديات القطاع اطلق نداء استغاثة عاجلا وتحذيرا من انهيار خدماته في غزة بفعل حصار اسرائيل الذي تسبب بازمات اقتصادية كبيرة اثرت في مستوى الجباية والتحصيل كما ان تراجع المنح الدولية فاقم ازمته ايضا ازمة قللت من قدرة بلديات القطاع على مواجهة جائحة كورونا 14 عام من الحصار اثر بصورة ملموسة ولعل هذا المكان شاهد على ذلك الاليات الموجودة في كافة بلديات القطاع الخمسة والعشرين متهالكة بل ان بعض هذه البلديات تستهلك من الصيانة ما يفوق ثمن الالية الاصلية هناك ازمة حقيقية ايضا في التواصل مع الموسطة الدولية وهناك تقييد لدعم البلديات وبالتالي حقيقيا نتحدث عن وضع كارثة الانقسام الفلسطيني كان له ولا يزال اثر كبير في تراجع دعم السلطة الفلسطينية للبلديات وتخفيف اعبائها انهيار خدمات بلديات القطاع في ظل الحصار الاسرائيلي والعجز المالي قد ينذر بكارثة انسانية خطيرة ستمثل تهديدا اضافيا لسكان القطاع ولسيما في ظل جائحة كورونا احمد غنم غزة الميادين اعلن وزير الاتصالات اللبناني طلال حواط عن موافقة الحكومة اللبنانية على طلبا لاستعادة ادارتي شركتين الخاتف الخلوي في البلاد مجلس الوزراء وفق على تكليف وزارة الاتصالات نقل ادارة شركتين الخلوي من ادارة شركتين الزين واراسكوم الى ادارة وزارة الاتصالات وعلى اعداد دفتر شروط لمناقصة عالمية تهدف الى تلزيم ادارة وتشغيل شبكتين الخلوي الى شركات جديدة اجرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مناقشات مثمرة مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بشأن خطة لتعافي البلاد اقتصاديا وابلغته ان فريقا من الصندوق سيبدأ مشاوراته مع السلطات اللبنانية واصفت جورجيفا في تغريدة لها خطة الاصلاح الاقتصادي اللبنانية بانها خطوة مهمة للامام لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان وكانت الحكومة اللبنانية اعلنت الاسبوع الماضي عن خطة انقاذ اقتصادي تعتزم بموجبها التفاوض على برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي لتنفيذ مندرجات الخطة ومتطلباتها نبقى في لبنان حيث ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على عشر شركات نفط لبنانية في جرائم اختلاس اموال عامة والاثراء غير المشروع واحال ابراهيم الملفات الى قاضي التحقيق الاول بن انابة في بيروت المباشرة والتوسع في التحقيقات وتوقيف من تثبت ادانته بهذا الجرم وكان رئيس المنشآت النفطية ساركيس حليس قد مثل قبل ايام امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان للاستماع الى فدته في ملف الفيول المخشوش اعلنت شركة التوتال الفرنسية ان ارباحها الفصلية تراجعت بنسبة 99% بسبب انخفاض اسعار النفط معلنة عن خطط خفض لاستثماراتها استجابة للازمة المتواصلة في اسواق الخام واعلنت الشركة النفطية عن ربح صاف بقيمة 34 مليون دولار للفصل الاول من العام الحالي مقابل 3 مليارات و100 مليون دولار قبل عام وادى هذا التراجع الكبير في اسعار النفط والغاز الى انخفاض تدفق السيول الى الشركة بنحو الثلثين ارتفعت اسعار النفط الامريكي الاجل بواقع 8.5% الى 25 دولار للبرميل وصعد مزيج برنت الى 29 دولار فيما زاد نفط اوبك 15% الى 16 دولار للبرميل وجاء الارتفاع مع اعلان عدد من الدول انها ستبدأ تخفيف اجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا بينما بدأت اكبر الدول المنتجة في العالم تخفضات في انتاج الخام انكمش القطاع غير النفطي السعودي للشهر الثاني على التوالي في نيسان ابريل وبلغ انتاجه مستوى قياسيا متدنيا اذ تسببت اجراءات العزل العام للوقاية من تفشي وباء كورونا والانخفاض التاريخي في اسعار النفط بالاضرار في الاقتصاد وفي الامارات انكمش القطاع الخاص غير النفطي بوتيرة قياسية للشهر الثاني على التوالي في نيسان ابريل اذ ان اجراءات العزل كثفت الضغط على الاقتصاد المتباطئ وهبط مؤشراء الانتاج وطلبيات التصدير هبوطا شديدا وسجلا مستويات متدنية قياسية لأول مرة منذ الازمة المالية العالمية عام 2008 تعتزم شركة جنرال الالكتريك الامريكية خفض قوتها العاملة حول العالم هذا العام بما يصل الى 25% او نحو 13 الف وظيفة ويشمل الخفض عمليات تسريح طوعية وغير طوعية وستطال برامج صناعة اجزاء الطائرات وتعد شركة جنرال الالكتريك من اهم موردي المعدات لشركة بوينغ التي ستقلص ايضا 10% من قوتها العاملة او ما يعادل 16 الف وظيفة طالب الرئيس الكوبي ميجيل دياس كنال بالغاء العقوبات الاحدية الجنب التي يفرضها الغرب على بعض الدول مؤكدا انها تنتهك القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وتحد من القدرة على مواجهة فيروس كورونا بفعالية دياس كنال وفي كلمته خلال القمة الافتراضية لدول عدم الانحياز بشأن فيروس كورونا قال ان الفيروس برهن ان العالم متصدع واقصائي وحذر من ان اثار الوباء مدمرة ستكون طويلة المدى على الاقتصاد وجوانب الحياة كذلك ادان التهديدات العسكرية الامريكية لفنزولا معلنا تضامن بلاده مع نيكاراجوا ومنظمة الصحة العالمية ارتفع عدد العاطلين من العمل في اسبانيا الى نحو 283 الفا خلال شهر نيسان ابريل معظمهم يعملوا في قطاع السياحة وتعد هذه الارقام الاعلى منذ عام 2016 واعلنت وزارة العمل الاسبانية في اذار مرس الماضي تسجيل نحو 300 الف عاطل من العمل بفعل تبعات وباء كورونا على الاقتصاد الاسباني وفق ارقام حكومية سجل حجم المساعدات العامة للعاطلين من العمل مستوى تاريخيا مع ارتفاعه بنسبة 137% في نيسان ابريل الماضي بدأت ايطاليا بتخفيف اجراءات العز والعمل على اعادة الحياة الى طبيعتها لليوم الثاني على التوالي وتشمل هذه الاجراءات استنافى اعمال البناء والسماح باعادة فتح المقاهي في حين لن تتمكن الحانات والمطاعم من فتح ابوابها بالكامل حتى الثامن عشر من الجاري هذا وتجمع متطاهرون في نبول مطالبين بمزيد من الدعم الحكومي للعاطلين من العمل وباعادة فتح جميع الشركات في اقرب وقت ممكن تخطط وزارة الخزانة الامريكية لاقتراض 3000 مليار دولار في الربع الثاني من العام وهو ما يزيد عن خمسة اضعاف المستوى القياسي السابق للاقتراض الفصلي واستنفقات كبيرة للحكومة لتخفيف تداعية وباء كورونا ويزيد الاقتراض عن المستوى القياسي الذي سجل عام 2009 البالغ 1800 مليار دولار ما يزيد خمسة اضعاف عن الرقم القياسي السابق للاقتراض الفصلي والمسجل في النص الاول من العام 2008 اثناء الازمة المالية العالمية بدأت بريطانيا محادثات فترة ما بعد بريكزيت مع الولايات المتحدة بمشاركة مئة مفاوضة من كل جانب خلال مؤتمر ينعقد عبر الفيديو بهدف التواصل الى اتفاق للتجارة الحرة مع واشنطن الجولة الاولى من المحادثات تمتد اسبوعين وتناقش تجارة البضائع والخدمات والتجارة الرقمية والاستثمار وكافية دعم الاعمال التجارية الصغيرة وبلغ حجم التجارة بين البلدين 275 مليار دولار في العام الماضي فيما سيسم اتفاق للتجارة الحرة بينهما في رفعه 19 مليار دولار وفق الحكومة البريطانية هذا كل ما لدينا من اخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة المايدين دوت نت للمزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة